فتاة من أسرة فقيرة اعترضت على هذا الفقر وقررت أن تحصل على المال بأي وسيلة وأخذت تفكر في هذا الأمر كثيرا حتى جاء اليوم الذي تلقت فيه دعوة لزواج صديقة لها بالدراسة فذهبت وفكرة الحصول على المال بطرق ملتوية تسيطر على تفكيرها وعندما دخلت القاعة وجدت النساء تتزين بالذهب والألماس في أيديهن ورقابهن وفوق رؤوسهن وهنا شعرت أن الفرصة الثمينة التي كانت تبحث عنها قد جاءت بالفعل وهنا اهتدت إلى فكرة جهنمية وهي سرقة حلي البنات الصغيرات فجرت مسرعة من القاعة إلى أقرب بقالة واشترت بعض الحلوى والشيكولاتة التي يحبها الأطفال الصغار وعندما عادت دنت من طفلة لم تتجاوز السنوات الأربعة من عمرها وتلبس من الذهب الشيء الكثير فشغلتها بالكلام وأعطتها قطعة من الحلوى ثم نزعت إسويرة من يدها وخرجت مسرعة من القاعة وفي الصباح باعت الإسويرة وعندما شاهدت المال في يدها قررت تكرار التجربة مرة ثانية دون أن تشعر بتأنيب ضمير أو ندم إلى أن جاءت ليلة ودخلت إحدى القاعات وجلست تبحث عن فريسة حتى وجدت طفلة تجلس بعيدا وكأنها لا تشارك بالفرحة فتوجهت إليها وأعطتها قطعة حلوى وهي تبتسم لها ثم سألتها عن اسمها وفي أي صف تدرس فقالت لها الطفلة اسمي أشجان وفي الصف الرابع بمدرسة الصديق أبي بكر مناجحة بامتياز فقالت لها اقترب لي أهنئك وأقبل رأسك فأنت تستحقين كل الخير فاقتربت المسكينة ببراءة الأطفال منها وفي تلك اللحظة كانت يدها اليمنى تمتد لتلتف حول رقبة أشجان لتفتح العقد فشعرت الطفلة بمراد الفتاة وخافت ثم قالت لها لا تسرق العقد مني فأنا يتيمة الأم ولن يشتري لي أحد غيره فسحبت يدها ودهشت من كلامها ولكن كونها إنسانة مات ضميرها فقد قررت معاودة المحاولة مرة أخرى وقالت للطفلة لا تخافي يا بنيتي فقط أحب أن أرى هذا العقد لأشتري لابنتي مثله فصدقتها الطفلة المسكينة ونزعته وناولته إياها وانشغلت بقطعة الحلوى فخرجت الفتاة مسرعة إلى سيارتها ومنها لبيتها وعندما استلقت على فراشها شعرت وللمرة الأولى بتأنيب ضميرها وبعد أن نامت بدقائق إذا بأشجان تأتيها في المنام وهي تبكي وتقول أين عقدي؟ لقد ضربني أبي كثيرا أرجوكي أرجعيه إلي نهضت الفتاة من نومها فزعة تتلفت يمينا ويسارا وبناء على ما شعرت به وما عانته قررت التوقف عن ممارسة السرقة ولو لفترة محدودة حتى ترتاح لكن أشجان جاءتها بعد يومين في الحلم مرة ثانية وكررت على مسامعها ما حدث في المرة الأولى فسبب لها هذا الحلم ذعرا شديدا وخوفا وقلقا لدرجة أنها كانت تكره حياتها وهنا شعرت بفداحة الجرم الذي ارتكبته وقررت التوبة والتوقف عن سرقة ذهب الأطفال بالأعراس بسبب تلك اليتيمة لقد قررت التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل وذلك عندما وقفت بين يديه سبحانه وللمرة الأولى تصلي وتطلب العفو والمغفرة والصفح منه بعد أن تخلصت من المال الحرام باستثناء عقد أشجان فقد ظلت تبحث عنها أياما وشهورا حتى تذكرت اسم مدرستها فذهبت إلى أربع مدارس بهذا الاسم حتى وجدتها وردت إليها عقدها وأهدتها بعض الهدايا وبعدها تطوعت للعمل في دار للأيتام راجية من الله أن يتقبل توبتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم